أحسني تفاصيل الساتر يعني الساتر لا يمكنني وصفه هنا بستوديو وتفاصيل لماذا أكفت شيء يعني أنا رحت بي جلطة بالقلب ومصعدت الدكتور ما نعني من ممشي خمسين متر أوف من الجهد بصورة عامة الجهد بصورة عامة من أوصل للساتر ونطب بعض الأماكن أثناء الهجوم أنا أركض ألف واربعمية سر إلهي لا أحد يعرف أنا بالساتر أنت خمسين متر خمسين ممنوع الدكتور ما نعني منعا بات أنه أنا ما تمشي خمسين متر لأن أفحط نفسه أضيح بس بالساتر غافظة إلى بالساتر بحملي يعني أنا وبندقيته ورماناتي وعتادي ومسدسي باقي موقف حالقب ذاكرتك من ديش الفترة أكيد موقف هواية شو رح تذكرني من هذا يعني أصعب موقف أنت تنزل وتسعد تلقي ربعك مستشهدين كله أيها بقى من ضمنهم أخوي وبن خالي أنا نفس المواليد رابين سوا والتحقنا سواي ونفس السري ونفس الفصيل ونعكل سوا ونفس الفراش إلا رحمة الله أكيد عبد الله نحن نقعدين ومستقرين وعايشين حياتنا أكيد بهاي التضحيات بهاي الدماء الشريف المقدسة بالتالي أساميهم هم قناديل تضيئ هذا الطريق إن شاء الله اللي ما رح ينتهن هو طريق الحق طريق هذا البلد العظيم نحن الفراقهم صعبة لنا كل شيء طبعا لكن بنفس الوقت نحسدهم هنيئا هنيئا لما نضحى للمذهب كنت في الشهادة تمنيت مؤمنية ولكن الله شاء وعلا الحمد لله على كل حال أنا مصوّبت مرتين مصوّبت في جمد وإلي بي قطعنا الخط الناقل عن جرف النصر يا الله تحرع الجرف النصر أنا صوّبت هذا صادف صوّبت يوم عشرة محرم الساعة به دعش صباح يوم خمسة دعش 2014 وراها في 2015 مصوّبت مرة ثانية وهذا شرف كبير أن أنا أضح دمائل إليش للعراق أحبّمه أحبّمه أن العراق أموتى لها والقرانة عزّمناها لي دعني في يوم من الأيام تعرف أنت هجومات وقتال وهاي نزلت تلبيت تمت العائلة كلهم الحجية قالت لي الحجية أتشبيرة بينا يعني قالت لي أخويا مو كافي زين صوّبت صوابياً وهذا حالك وخوتك راحاً دعني قطع حندموعي بالعشة قاطلي بس كمّل عشاك ورجع دل فل وجه العراق ما قد مني ما أخذ كده أحبّه بحرق بيناتك العراق السطي هنا بالستوديو راحك سالم وبلدك سالم إن شاء الله إن شاء الله سالم جهود الأبطال أخواتنا قوات الأمنية جميعاً يعني جيش ووزارة الداخلية وجهاز مكافحة الرهاب أنا كلهم شفتهم وشاركت فيهم بالقتال أبطال الله يشهد أبطال يعجز اللسان عن وصف العراقيين يعني أنا قرأت مقولة لكاتب فرنشي جعل الله العراق مصنعاً للأبطال فقط